اشتركوا في القناة هذا الالتباس اللي ظاهر هو خطة اعلامية يعني فيه مطبخ اعلامي هدفه انه يظهر كأنه فيه تناقضات لفك هذا التحالف نحن بنقرأ علنا على انه احد اهداف السياسي الامريكي للبعض هو فك التحالف الصيني الروسي الناس بقولوا لازم نتقرب من روسيا وهذا حكي ترامب من اجل محاصرة الصين وناس بقولوا لازم نشتغل مع الصين لمحاصرة روسيا في المنطقة هون البعض يعتقد على انه التحالف الروسي الايراني خطر كبير اولا لانه جابوا قوة خصم للوات المتحدة الى منطقة الشرق الاوسط ثانيا قوة محور المقاومة بدون ان يدخل بمحور المقاومة ولكن موضوعيا قوة محور المقاومة لانه عنده بطاق جوه عنده دفاعات جوية عنده عنده الاخرين بالمعلومات بالتنصيق هلا بالمعلومات الذي جلب الروسي الى المنطقة هو الايراني وليس العكس الى سوريا وجلبه يعني اقنعه بالمجيء كلمة جلب يمكن منها حلوة اقنعه بالمجيء ذكر الجلب هيوى التالي اولا وهذا حكي جليلي للرئيس بوتين جليل كان رئيس امن القومة ان نقطة الضعف الاساسي في العالم للولايات المتحدة هي منطقة الشرق الاوسط ونحن قادرون على اضعافها بشكل اكبر لو تعاوننا لانه لدينا دليل واحد اثنين ثلاثة اربعة كيف اضعفنا الولايات المتحدة هذه النقطة هي لعملة كليك عند الرئيس بوتين واخد القرار يومها على انني سأتي الى سوريا بعد ان اخذ الضمانات على انه على الارض المقاومة هي التي ستعمل وانه يتكفل في القوة الجوية النقطة الثانية التي اقنعته بهذا التحالف هي مسألة الارهاب هذا الارهاب الذي ليس محدودا في سوريا وليس محدودا في العراق ولكنه ممكن ان يصل الى وادي فارغانا اللي هو منطقة حدود افغانستان مع روسيا وعندك معروف عن الشيشان انها كانت مولعة قبل ما اتي الرئيس بوتين ويقضي على هذا التمرد المسلح ولكن عندك منطقة تاتريستان داقستان عندك سبع اثمان جمهوريات اسلامية في الفيدرالية الروسية يعملون عليها لانهار المخابرات البريطانية الامريكية والسعودية من عجل تفجير هذه المنطقة وبالتالي له مصلحة وقال الرئيس بوتين اكتر من خطاب اكتر من مداخل على ان نحن نقاتلهم في سوريا لكي لا يأتوا بعد ذلك الينا صح وهذا امتد الى الصين مع الايغور وخطر التقسيم والتحريض واليوم عندهم مشكلة انه عم يندفع اموال وفيه 4000 ايغور بالمنطقة اجيوا قاتلوا بسوريا ما عرف مين جابهم من الصين وكيف فئته لكي يبنوا الخلافة فهذا هذه تفاهمات سراتيجية اما في الجيو بوليتيك اليوم التفاهم الصيني الروسي الايراني على مسألة افغانستان التي هي قلب وسط اسيا كجغرافيا وهي منطقة تقاطع اكتر من حدود واكتر من دولة قائم ومستمر بقوة بمعنى على ان التفاهم استراتيجي الروسي الايراني لا يتوقف عند الملف السوري ولكنه يمتد الى موازين القوى الدولية لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة ولحماية امن هاتين الدولتين التي هي روسيا والصين لما بقول لك عم تحميل امن الداخل شيء مهم جدا لهذه الدولة ولذلك هو حليف استراتيجي باكتر من الموضوع على الارض اثناء المعركة في سوريا بصير فيه خلاف انه منبدأ بادلب قبل ولا منبدأ بدير الزور قبل ولا منكتفي بالتحالف مع فلانة الاخرية هذا كله يعود الى نظرة الطرفين المختلفين ايران هي قوة اقليمية درجة اولى تنظر بعين القوى الاقليمية وروسيا قوى دولية تنظر بعين القوى الدولية ولذلك ما بيقدر الايراني يقول انا فيني اجذب التركي مئة بالمئة وادخله بمحور خاص فيه لانه فيه توازن بين التركي والايراني الروسي يستطيع ان يحلم يستطيع ان يعمل يستطيع ان يصل الى هذه النتيجة بمعنى انه لدي القدرة ان اسحب تركيا من الاطلسي لكي يدخلها بشانجهاي الايراني ما بيقدر وهذا الهدف يغير من طبيعة التكتيكات الروسية بنسبة معينة امام الايراني بالنسبة لاسرائيل الروسي ليس مع تحرير فلسطين بالمعنى الذي نحن تحدث عنه ولكنه ليس ضد ان يكون محور مقاومة قوي في مواجهة اسرائيل والجيش الاسرائيلي الذي هو اعداد امريكية غربية كل اسلحته غربية عندما ينتصر السلاح الروسي على السلاح الغربي شفنا كيف الكورنت صار ينبيع بكل انحاء العالم شفنا كيف روسيا والسعودية والامارات تشتري اليوم اس 400 والكل ركض على السلاح الروسي هذا كل من خلال تمظهر القدرة العسكرية الروسية في المنطقة بداية من المقاومة حزب الله نهاية بحضور الروسية في الاقليم بس عفوة انا بس كمان روسية على لسان الحلفة او بالعليقة شاركتها القوية مع روسيا التي تتعهد حماية اسرائيل واعلنوا الروس وكل يوم عبيع النوة وهيدي ما بدنا نرجع نذكر فيها لكن الروس بقولوا نحن ملتزمون امن اسرائيل وكأنه هني تفقوا مع الامريكان انه انتوا فلوا ولا هنكم بتعتلهم فلوا من سوريا نحن امن اسرائيل علينا هولي جميع انتم ما بتحكون بس نحن بنحكيون ايران والشباب نحن بنتفهم معهم الالتزام بامن اسرائيل هو غير الالتزام بالدفاع عن اسرائيل الولايات المتحدة تقول نحن ملتزمون بان تكون اسرائيل اقوى من كافة الدول العربية وملتزمون بامنها والدفاع عنها الروسي لا يقول انا ملتزم بالدفاع عنك في فرق بالكلام لانه هو يتعامل بالقانون الدولي اي دولة تحترم القانون الدولي هو عوض في مجلس الامن اسرائيل دولة معترفية تقول انا التزم بهذا معناته انا لا اقترح انه نشعل حرب في المنطقة هل هو يستطيع ان يمنع محور المقاومة ان يقرر او سوريا ان تقرر استعادة الجولان لا يستطيع لانه هذا ايضا ضمن القانون الدولي وهذا بعيدك لتصريح الرئيس بوتين ايضا الذي قال انه هذي يجب ان نعود الاتفاقية الهدنة وان نذكر بان الجولان اراضي محتلة ما نسي يقول هذي الكلمة هلا ابعدوا الايرانيين عن الجولان او قربوا الايرانيين عن الجولان هذي مسائل جدا تفصيلية مش اقل اهمية ليش يعني تفصيلية خليني اقولك شو بقول الاسرائيلي اليوم بعد من بسطنا اوكي ضربوا صاروخ لا هلا الاسرائيلي بقول اصبح لدينا معلومات ان الجماعة شلحوا طيابهم ولبسوا طياب الجيش السوري اوكي هو هو عم بقول انا ما عم بحكي اه واضح واضح اه اتنين ان المقاومة في سوريا موجودة كمحور مقاومة وانهم التزموا باتفاق رسمي ايراني سوري اعادة بناء القوات المسلحة السورية بأعلى مستوى وبما تستطيع ان تتصدى فيه لكل المخاطر ما معنى ذلك انه نحن شو بدنا بدنا نبني الجيش السوري احسن من مكان وانساعدوا على امتلاك قدرة صاروخية طيب شو قدرة صاروخية اذا الاسرائيلي خايف من قدرة الصاروخية اللبنانية ما بالك بسوريا اذا هايدي القدرة الصاروخية السورية اصبحت مثل ما فيه بلبنان ورغم انه بالمشبرح ما بخبي انا دائما بيعكي الاشياء اللي بيعرفها الاسرائيلي ما بخبي على شعبنا انه 90% من الصواريخ التي عند المقاومة هي صناعة سورية او تأتي بامكانات سورية فاذا هو عم يعطيني بكون هو ما عنده صناعة سورية ام صناعة ايرانية في سوريا لا لا اليوم التكنولوجيا بتنتقل متل ما بتاخد انت under license فيك تعمل او بالاشتراك فرانشايز وقوات فيه تنصيق انه انت عندك خبرة بشي انا عندك خبرة بشي عم بتعاونوا ما مخبعين الناس عملوا اتفاق وقعوا رسميا بين الدولتين لبناء القوات المسلحة السورية فاذا اليوم مشكلة الاسرائيل انه في عندك محور مقاومة امتدت جبهته بين سوريا ولبنان وبالتالي الوضع اصبح مختلف بالنسبة له الروسي اين يقف ضد ذلك هل يقول الرئيس الاسد ممنوع تتسلح هل يقول الرئيس الاسد ممنوع ترجع الجولان هل يقول الرئيس الاسد يجب ان تضعف حتما اذا كان البعض كان يعتقد على محور مقاومة ايجا وبدي حط علم حزب الله على درعة ولا بالحدود السوري مع الكيان الصهيوني هذا يعتبر نوع من الاستفزاز للمجتمع الدولي وبالتالي اعادوا القوات الدولية للفصل ولكن من الذي يمنع يوم قرار سوريا بانه يريد ان يستعيد الجولان بالقوة القانون الدولي يسمح له بذلك قانون الدولي وروسيا تسمح له بذلك وتتمنى له ذلك ومحور مقاومة لا يريد من سوريا الان اكثر اكثر من هذا الموضوع موضوع التحرير وفلسطين هذا يعني تحمله محور مقاومة بمكانا اخر فاذا ليس هناك تنقضات حقيقية بالعكس التنصيق خاصة بين القوات الروسية وحزب الله على اعلى مستوى وهناك اعجاب كبير من قبل الروس تجاه مقاتلية حزب الله كمقاتلين المقاومة قاتلوا على درجة خمسين فوق السفر وشفناهم بالصحارة وقاتلوا اربعة عشر تحت السفر بعز التلوج وفي المرتفعات وهذا كله تحت عين الروسي وشافوا التنصيق وقدراتهم على تحريك ليس مجموعات عصابية والوصل لتحريك لواء باكمله للقتال على مستوى ارض واللي قالوا سيد حسن انه لما جابوا له الخبر حررنا مساحة قد لبنان على خمس مرات مظبوط هو يوم تتلبك بالهدأ خمسين ألف كم مربع وبالتالي خمس مرات أكتر من لبنان استطاعوا أن يسيطروا عليها ويحرروا كل شيء وبالتالي في تحول كبير جزري ولذلك المنابول خمسمائة ألف نصف مليون مقاتل معا باله وقدرات تكتيكية وقدرات إدارية وقدرات عملياتية متفوقة جدا عما كان بالألفين وستة ولذلك شبه أنه عنا أربعين منطقة أو محور في لبنان منطقة واحدة هي قد حجم ما كان لدى المقاومة سنة العلفين بالتحرير وبالتالي في تحولات بين موازين الكوة كبيرة جدا